وسط استمرار حالة التأهب الصحي الكويتي وعلى وقع خطط الطوارى التي أعلنتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المسجد قفزت اليوم حصيلة الإصابات بالفيروس إلى ثمان حالات بعد التأكد عن إصابة ثلاثة كويتيين فيما أعلنت الصحة قبل قليل إصابة جديدة ليرتفع الإجمال إلى تسع حالات وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات الثلاثة الجديدة كانت في صفوف القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري وقالت إنهم جميعا بصحة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المسجد من جهة ثانية قالت الصحة إنما يشاع عن توصية الوزارة بالسماح لبعض الركاب غير المواطنين القادمين من إيران ممن يحملون إقامات صالحة من دخول البلاد غير صحيحة